بعيد بقى عن ماتش النهائي نحطه بقى على جنب كلمنا فيه الشائعات بقى اللي طالع اليومين دول ليه؟ عشان تضرب استقرار النادي الأهلي يعني مثلا يقولك ايه؟ ان مستر موسماني اليومين دول خلي بالك حضراتكم مستر موسماني جدد عقده رسمي خلاص جدد عقده رسمي ده الكلام ده من شهرين والحد دلوقتي الشائعات مستمرة يقولك ايه؟ ده مستر موسماني جاله حاجة في قطر فيه نادي قطري عرض عليه وهو حيدفع الشرط الجزائي ويروح بس لما يخلص برودة أفريقيا هو الراجل قاعد فاحسن نادي في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط كلها وفيه استقرار واتعمل له عقد والأمور ماشية وما عندوش مشاكل والفرقة بتكسب والحمد لله رب العالمين مفيش اي مشاكل من اي نوع يوم طالع لك واحد يدي لك المعلومة دي وفيه ناس للأسف فيه ناس بتصدق وتمشي وراء المعلومة هي دي يا جماعة دي مجرد إشاعات لضرب استقرار الفريق هو شايفك انت عمل تمشي في أفريقيا ماشي كويس وصلت للنهائي لازم يلغوش ده ده بقول لحضراتكم ايه؟ ده فيه ناس مش مركزة مع فرقتها زي ما مركزة مع الأهل في ماتش الودات يعني ما بتتكلمش على فرقها زي ما بتتكلم على الأهل في ماتش الودات لدرجة انهم امتدوا يطلعوا كلام وحاجات ويطلعوا الشعار بتاع الودات ويعملوا أغاني عشان يشجعوا الودات ده كلام ده كلام ده كلام غير منطقي بالمرة غير مقبول بالمرة اعمل اللي انت عايزه بس مفيش حاجة هتهد استقرار فريق النادي الأهلي بإيه؟